تمثل سباقات الخيل رصيدا حضاريا وثقافيا لسلطنة عمان وتعد من الرياضات التي برع فيها العمانيون وترجمة للرؤية الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في توطيد الامتداد التاريخي للمدن العمانية الزاخرة بالحضارة والأصالة والمهتمة بسباقات الخيل ورياضات الفروسية فتسارعت الخطى وتكاثفت الجهود لإنشاء مضمار لسباقات الخيل بمواصفات دولية بولاية عبري بمحافظة الظاهرة ليشهد إقامة سباق الخيل السنوي للخيالة السلطانية هذا العام الحمد لله هناك جهود تكاملية بين جميع وحدات شؤون البلاط السلطاني المختصة لإظهار هذا الحدث السنوي وهو سباق الخيل السنوي للخيالة السلطانية بالشكل المعهود وبالشكل الذي يليق باسم شؤون البلاط السلطاني كما ترون المضمار جاهز وجميع ملحقاته الأخرى كأماكن استضافة الخيول ورعايتها على أتم جاهزية وبدأ بعض الفرسان بالتمرين واستخدام المضمار واستخدام ملحقاته فتم إنشاء المضمار بمرافقه المتنوعة وفق معايير هندسية تتوافق مع الشروط الفنية لمضامير سباقات الخيل الدولية تم اختيار المكان ودراسته من قبل المشاعة السلطانية والخيالة السلطانية تم تنفيذ تصاميم للمضمار طبعا تصاميم هي تشمل الأرض أنها تكون مسطحة بعيدة عن التضاريس لسهولة الإنشاءة وسرعة تنفيذها تم تنفيذ أعمال المشروع وتجريف المنطقة الكاملة لاستيعاب المساحات التي هي 1200 متر للمضمار وأجرى الفرسان تدريباتهم على أرضية المضمار استعدادا للمنافسة في أشواط السباق الخمسة اكتمال كافة التجهيزات بمضمار سباق الخيل بولاية عبري والذي قامت بإنشائه المشاعة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني لإقامة سباق الخيل السنوي للخيالة السلطانية لعام 2024 حسن بن محمد البلوشي من مضمار سباق الخيل بولاية عبري